معي مباشرة من درعب الأقمار الصناعية مراسل أخبار الآن محمد الحوراني محمد مسى الخير إذن نتحدث عن استعادة سيطر على كتيب الدفاع الجوي ونتحدث عن أيضا القاعدة العسكرية التي كنا نتحدث عن اشتباكات فيها أمس تمت استعادتها كل الإضافات معك محمد فضل نعم ميسو مسى الخير كما ذكرت أن قوات المعارضة المنظوية تحت غرفة عمليات البنيان المرصوص تمكنت من استعادة الكتيبة الدفاع الجوي التي تقع غربي منطقة سجنة التي تسجد عليها قوات النظام حيث قامت قوات النظام بتسلل إلى هذه الكتيبة ليلا عبر السهور والمزارع المحيطة وتمكنت من المكوث فيها لبعض من الساعات حتى مطلع الفجر كانت تقدم قوات النظام لهذه الكتيبة مسبوق بقصف جوي روسي عنيف حيث سجلت عدة غارات قرابة العشر غارات من الطائرات الحربية الروسية على أحياء درعاء وأيضا قصف بالبدفعية الثقيلة على أحياء درعاء البلد بالتزامن مع تقدم تلك القوات مما كانت تشهد محافظة درعاء الأمس واليوم اشتباكات ما بين قوات النظام وقوات المعارضة في البنيان المرصوص تمكنت من خلالها البنيان المرصوص من استعازة السلطرة على كتيبة الدفاع الجوي الاستراتيجية الجدير بالذكر أن هذه الكتيبة لو تبكن النظام من التمركز فيها كان سيقطع ما بين ريف درعاء الغربي وريف درعاء الشرقي عبر خطأ الاستراد أو طريق الحربي ناريا من قبل هذه الكتيبة لكن قوات المعارضة تمكنت من السلطرة على هذه الكتيبة واختنمت من النظام قرابة السلاح الفردي ودبابة وعربة بي ام بي ومضاد ثلاث وعشرين بالإضافة إلى أسر بعض العناصر من قوات النظام وقتل قرابة السبعة عشر عنصرا صرحت بهم البنيان المرصوص اليوم أن تم قامة البنيان ومشت عمليات في الدرعاء بقتل عدد كبير من تلك القوات وأسر عدد آخر اليوم كانت درعاء تشهد عمليات قصف من قبل قوات النظامة لأحيائها بصواريخ الأرض وأرض وصواريخ الفيل بالإضافة إلى القصف المدفعي على تلك الأحياء نعم يسو شكرا جزيلا لك محمد الحوراني مراسل الأخبار لأنكت معنا مباشرة من درعاء شكرا جزيلا لك